عايز أأكد كمان على جزئية تانية مهمة جدا كاس العالم للأندية نظرة لوجود الأهلي الناس حسن فيه أجواء كبيرة للمنديال بالمناسبة والله مش بقولي الكلام ده عشان احنا في القناة الأهلي أو بننتمي للنادي الأهلي انا بتكلم بأمانة بطولة كاس العالم للأندية مرتبطة بحدثين والفيفا نفسه لاحظ ده من خلال التعامل في سلسل التذاكر أو حتى المتابعة الإعلامية والمتابعة الجماهرية البطولة ما بتكون في اليابان أجواء البطولة بالنسبة للأوروبيين أو حتى بالنسبة للنادي الأهلي تبقى مختلفة شوية البطولة ما بيكون فيها النادي الأهلي بيبقى الحدث مختلف شوية والاهتمام الإعلام والجماهيري بيكون كبير جدا تو بتتكلموا في إجراءات احترازية والتذاكر بالبلد يعني عليها اخناقها بقالها إسبوع لدرجة أن حتى الاتحاد الدولي فيه فلما كان بيطرح التذاكر عبر السيستم ما كانش بيطرحها في مرة واحدة لأ كان بيفتح السيستم كم ساعة لأنه عارف لو فتح السيستم وسابه ساعة واحدة مش علاقة ولا تذكرة وكلنا شفنا مباراة السوبر لما الأهلي كان بيروح الإمارات التذاكر مجرد ما بتتفتح مفيش خلاص في ظرف في نفس اليوم التذاكر بتخلص إن شاء الله بإذن الله تكون المباراة فيها تشجيع كبير والأهلي بإذن الله يلعب كأنه موجود في استاذ القاهرة الدولي عايز أأكد كمان إن شاء الله بكرة الاجتماع الفني والحمد لله احنا بالأمس كاللينا السب لما شرحنا تفاصيل الاجتماع الفني والأمور التنظيمية والمعدل الزمني لكل فريق قبل ركلة البداية وبداية المباراة وفي نفس الوقت كمان الزي الرسمي للفريق الدحيل أو فريق آهلي وكل الأمور دي الحمد لله شرحناها خلال الفترة الأخيرة